بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأحباء أهلا بحركوا في فيديو دي ظاهرة الخراف الدوارة أو الأغنام الدوار الظاهرة اللي ظهرت خلال الفترة الماضية في الصين تحديدا وتم الكشف عنها وتم الإعلان عنها أن الخراف والأغنام بتلف حوالي نفسها في دوائر دون انقطاع لأيام طويلة ممكن أن تصل إلى أسبوعين أو أكتر بشكل منتظم وبشكل دائم زي ما حراركوا شايفين في الفيديو اللي أنا عرضه جنبي دي الظاهرة اللي ظهرت في الصين واللي تم الإعلان عنها طبعا بمجرد ظهور هذه الظاهرة أو الحديث عن هذه الظاهرة طبعا يعني كان في مشاعر بقى متبينة كثيرة عند يعني العالم أجمع أو الناس كلها اللي تبعت هذا الحدث يعني كان في حالة من الدهشة حالة من التعجب الاستغراب والخوف لأن في بعض الكلام أو قصص نوسجت حوالي هذا الموضوع الظاهرة دي طبعا ظاهرة غريبة جدا وناس كتير جدا اتكلمت فيها وتفسيراتها كثيرة جدا في ناس أرجعوا هذه الظاهرة أو قالوا أن الظاهرة دي نتيجة أن الخراف والحيوانات بشكل عام والخراف تحديدا بتتنبأ بحدوث كارثة عالمية قادمة يا إما كارثة من داخل العالم يا إما كارثة قادمة من الفضاء الخارجي يعني نايزك بقى أو حاجة أو ما شابه سوف يقوم بضرب الأرض وأن الخراف بتبعت لنا إنذار أو بيكونوا عندهم يعني قدرة على التنبأ أو الاستشعار بالخطر القادم فعشان كده بيلفوا في هذه الدوائر عشان يحذروا البشر وفي ناس تانين أو في يعني آراء أخرى طبعا قيلت في هذا الموضوع آراء علمية إن ده نتيجة إن الخراف اللي ظهرت في الصين في الفيديو اللي حراكوا شفتوه وهي بتلف حوالي نفسها في إحدى المزارع في الصين لأن الزاهرة دي حصلت فيه صاحبة المزرعة أو ملاك المزرعة قالوا إن ده حصل فيه العنبر رقم 13 في المزرعة عندهم عنابل كتير وظاهرة الضوران للخراف حوالي نفسها ظهرت في أحد العنابل فقالوا أو بعض الناس المتخصصين يعني أو العلماء أرجعوا الزاهرة دي إن عملية الضوران للخراف والأغنام حوالي نفسهم لأن هم موجودين في مكان دي لفترة طويلة فهم بيحاولوا إن هم يوجدوا نوع من الحركة الحركة الدائرية بتديهم مجال إن هم يحركوا نفسهم وينشطوا نفسهم أو ينشطوا عدلاتهم وفيه رأي تاني لأن الآراء كتيرة جدا في الظاهرة دي اللي هي الظاهرة غريبة وتفسيرها غير واضح إلى الآن زي ما قلت الحركة لما يبقى فيه آراء كتير فيه ظاهرة معينة يبقى الظاهرة دي مش واضحة المعلم أول الرأي الآخر اللي قيل إن ده أرجعوا دوران الخراف والأغنام حوالي نفسها بديل طريقة لمدة أيام طويلة زي ما قلت الحركة ممكن أن تصل 13 أو 14 يوم يعني أسبوعين متواصلين ده النتيجة لإصابة الأغنام ببعض الأمراض البكتيرية هي اللي بتؤثر على يعني الوضع الطبيعي بتاعهم اللي هم فيه بتصومهم بنوع من الخلل ولكن الحاجة بقى اللي أثرت فعلا تعجب الناس بشكل كبير جدا 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 يعني الظاهرة دي ظهرت في الصين وتم الحديث عنها وزي ما قلت حركوا التفسيرات كثيرة جدا ومتعدلة جدا فيها ولكن خلال الأيام القليلة الماضية هذه الظاهرة تكررت بنفس الشكل بنفس الشكل وبنفس الدقة في الدوران في الأردن في دولة الأردن الشقيقة تحديدا في منطقة الكرك في الأردن زي ما حركوا شايفين أنا لوقتي بأعرض الفيديو لتصوير الظاهرة اللي تم تصويرها في الأردن نفس الوضع بالضبط نفس الوضع الخراف بتلف حوالي نفسها نفس المشهد اللي احنا شوفنا في الصين تكررت هذه الظاهرة في الأردن الشقيق طبعا اللي صور المقطع اللي حركوا شايفينه قال ان دي أول مرة تحصل في الأردن ان الأغنام تلف حوالي نفسها بهذه الطريقة دي حاجة غير مسبوقة في الأردن ما حد تشافها قبل كده وبتلف بنفس الكيفية اللي كانت بنفس الطريقة بنفس الأسلوب اللي حصل في الصين طبعا دي حاجة غريبة جدا 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 ولابد أن يكون لها تفسير علمي لابد أن يكون لها تفسير علمي يعني حنا قلنا تفسيرات اللي تقلت قبل كده ان الخراف بتكون موجودة في أماكن ديئة فعشان كده بتلف حوالي نفسها لكن واضح من الفيديو ان هما موجودين في مساحة مفتوحة أرض مفتوحة زي ما حركوا شايفين في الفيديو وفي نفس الوقت برضو هل الأمراض البكتيرية دي اتنقلت من الخراف اللي في الصين لأي الخراف اللي في الأردن شيء عجيب جدا وغريب جدا الفزع والرعب عند عدد كبير جدا من الناس على مستوى العالم احنا النهاردة بنتكلم فيه أو تكلمنا فيه الظاهرة اللي حصلت في الصين الظاهرة دي حصلت على بعد آلاف الكيلومترات منها ما حصلتش بالقرب من الظاهرة الأولى عشان نقول مثلا أن فيه عدوى انتقلت ليه الماعز أو الأغنام اللي هي بتلف حوالي نفسها دي ولكن الظاهرة دي موجودة أو ظهرت في دولة تبعد آلاف الكيلومترات عن الصين والأغنام زي ما حركوا شايفين اللي بتلف حوالي نفسها بتلف حوالي نفسها في مكان مفتوح يعني مفيش داعي أو مفيش من وجهة النظر يعني العادية لأي مواطن زي ما تقال قبل كده بتلف حوالي نفسها لأنها كانت موجودة في مساحة دي فبتحاول توجد لنفسها مجال للحركة لا ده الأغنام اللي موجودين موجودين فيه الجبال فيه منطقة مفتوحة وليه بيلف حوالي نفسهم طبعا الموضوع ده أثار حلم زي ما قلت من الرعب والفزع يعني عند الناس نظرا لتقارل الظاهرة فيه مكان مختلف تماما موضوع دوران الأغنام حوالي نفسها أو الخراف حوالي نفسها تقرر أيضا مع الغزلان زي ما حرقكم شايفين في الفيديو اللي أنا عرضه الغزلان برضو اللي بتلف برضو حوالي نفسها نفس الظاهرة اللي حصلت فيه الخراف بتحدثت مع الغزلان بيلف قطيع كبير جدا زي ما حرقكم شايفين بيلف حوالي نفسه طبعا الظاهرة دي زي ما قلت حرقه إلى الآن ليس لها تفسير محدد يعني الكلام اللي تقال تفسيرا لهذه الظاهرة مش موحد زي ما قلت فيه ناس قالوا إن في أسباب علمية إن الحيوانات دي أصيبت بنوع من العدوى البكتيرية قدت أو أثرت على سلوكهم وخلتهم يلفوا يعني بهذه الطريقة اللي هي الغريبة دوارة لمدة أيام طويلة زي ما قلت حرقكم ممكن تصل إلى أسبوعين أو أكتر من أسبوعين تخيلوا أكتر من يعني 12-13-14 يوم بيلفوا حوالي نفسهم بشكل دائم ومستمر حاجة عجيبة جداً طبعاً وحاجة فعلاً تصير القلق على الأقل يبدو ليس يصير الخوف والرعب ولكن تصير القلق على الأقل ونس تانيين أو بعض التحليلات التانية قالوا إنه هم نظراً لأنهم الخراف دي تقوم بكائنات اجتماعية وبتحب إنها يعني يكونوا موجودين مع بعض القطيع كله يكون موجود مع بعضه وبيتحركوا مع بعض فنظراً لأنهم لم يكنوا موجودين في أماكن دائعة هذا تفسير اتقال فبيلف حوالي نفسهم عشان يوجدوا نفسهم مساحة من الحركة والتفسيرات أخرى بقى أو كلام تاني تقال إن الحيوانات بتلف حوالي نفسها هذا الشكل العجيب الغير مسبوء نظراً لأنهم بيتنبأوا أو مش بيتنبأوا عندهم يعني استشعار طبعاً ده شيء علمي ومعروف إن الحيوانات والطيور بيكون عندها قدرة على استشعار الخطر عن البشر يعني لو فيه زلازل براكين الحاجات دي كلها الحيوانات والطيور سبحان الله بيكون عندهم يعني حسة الاستشعار بهذه المخاطر أكتر من البشر وأعلى من البشر بشكل كبير جداً 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 يعني البشر ما يجوش واحد على مليار من الاستشعار اللي بيكون موجود عندها الحيوانات والطيور فبيقول أو التفسير اللي تقال إن فيه خطر قادم على الأرض والحيوانات دي بتعمل هذا السلوك العجيب عشان تحضر البشر لما بيعملوا سلوك غريب أو سلوك عجيب بيعملوا عشان خاطر كرسالة تحذيرية للبشر من هذا الخطر سواء كان خطر داخل الأرض أو خطر قادم من الخارج على الأرض وفيه بعض الناس بعض الأقويل أنا بقول لحرككم كل الكلام اللي تقال يعني الكلام ده مش معناه اللي أنا مقتنع به ولكن أنا بقول لحرككم الكلام اللي تقال إن ده بينذر بقدوم مذنب كبير أو النجم الطارق يعني مذنب ضخم جدا سوف يأتي ويدمر الأرض ويدمر الحياة على الأرض يعني كما حدث سابقا لما ضرب نايزك ضخم جدا الأرض في منطقة أمريكا الجنوبية وأباد كل المخلوقات اللي كانت موجودة عليها اللي كانت ديناصرات طبعا هي اللي كانت بتحكم الأرض ودي طبعا دي واقعة تاريخية معروفة طبعا من ملايين السنين والنيزك ده ضرب الأرض وأباد الحياة على الأرض تماما وما تمنجيش من هذا الخراب الرهيب وهذا الضمار الرهيب إلا الكائنات اللي كانت قادرة تعيش تحت الأرض لكن كل الكائنات الكبيرة اللي كانت موجودة على سطح الأرض أبيدت عن بكرت أبيه الأرض بالكامل يعني هذا الانفجار العظيم اللي أحدثه النيزك اللي ضرب الأرض من ملايين السنين وقت ما كانت الديناصرات بتسود الأرض وبتحكم الأرض هو اللي أدى إلى إبادة كل هذه الباكر طبعا لنا تمنى لنا تمنى طبعا هذا يحدث ربنا يكتب لنا جميعا السلامة ولكن بقول لحركة التفسيرات المختلفة إلى الآن الظاهرة اللي حصلت في الصين وتكررت في الأردن يعني مكانين ما فيش أي رابط بينهم مكانين يعني على بعد شديد جدا من بعضهم البعض طبعا ده هو اللي أدى إلى حالة الرعب وحالة الخوف اللي موجودة عند الناس لأن الظاهرة اللي ما بتكرر في أماكن مختلفة بنفس الكافية وبنفس الميكانيزم يعني طبعا ده بيكون يعني الناس بتعتبروا ندير رسائل يعني ضمنية لشيء سوف يحدث يعني في القريب العاجل على المدى البعيد أو على المدى القصير طبعا نتمنى إن ما يكونش فيه أي خطر ونتمنى إن الظاهرة دي ما يكونش أكتر من خلل يعني عند هذه الأغنام بس ولكن طبعا تكرارها بذا الشكل يفتح بقى المجال أو يفتح الباب للأحاديث كتير وأقويل كتيرة في هذا الموضوع طبعا أنا برضو متابع الموضوع وهنشوف لو فيه أي أراء علمية يعني مقنعة تتقال في هذا الموضوع لأن دي الأراء اللي تقالب كلها دي اللي أنا قلت محركوا دي الأراء اللي تقالب كلها لكن إن الظاهرة تحصل بنفس الطريقة بنفس الكيفية في دولة تانية تبعد عن الصين ألاف الكيلومترات فعلا ده شيء يثير القلق ونتمنى طبعا نبتهي إلى المولى عز وجل يعني إنه يحفظنا جميعا من كل الشرور ومن أي أشياء يعني ممكن أن ترسبب فيه أي ضمار أو أي خراب يحدث على الأرض اللي إحنا عايشين عليها نتمنى من ربنا صحة الله ونبتهي إلى المولى عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأمن والسلامة إن شاء الله أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته